معركة غير متكافئة راهنا مع منظومة متماسكة وممسكة بتفاصيل القرار المالي منذ عقود لن أتراجع في موضيع التدقيق المالي الجنائي بهم كانت المعوقات وسوف أتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي وأدعو نواب الأمة إلى القيام بواجبهم التشريع الذي على أساسه أولاه الناس ثقتهم وأدعو الإعلام إلى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد أما أنتم أيها اللبنانيون فأدعوكم إلى الوقوف وقفة واحدة حقا فتضغطون حيث يجب وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان مشاهدي الأوتي في مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رح نبقى سواء هذه الحلقة رح تكون استثنائية من حياة الشكل لأنه رح تستضيف تلات طلاب رح يحكوا مش عن مواضيع طالبية إنما عن مواضيع سياسية هي مواضيع الساعة المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية مساء الخير أول شيء لميشيل غنئم أهلا وسهلا فيك لدومينيكا دولة قبلين سلامة اليوم يعني معنا تقريبا ساعة وربع رح نحكي على العنوين المختلفة اللي متفقين عليها اللي هي مطروحة اليوم على الساحة اللبنانية بس قبل بدنا نروح باتصال مع النايب السابق نبيل الأولى تنحكي شوي عن مجايات جلسة مجلس نواب اليوم وما خلصت إليه دكتور نبيل مساء الخير وأهلا وسهلا فيك مساء الخير لألك ولضيوفك اللي هن نعتبروا المستقبل لبنان واللي هن باطئة كل أملنا فيهم إنه يكفوا المسيرة اللي بلشها اللي نادعون وبلشناها معه واللي رح تكمل معهم شكرا لألك دكتور يعني اليوم كل النهار سمعنا قراء النواب من كل الكتل ومن ضمنهم كتلة أو تكتل لبنان الأولى لو كنت اليوم نايب شو كنت بتعمل مثل أو غير يلي عملوه النواب اليوم بالجلسة أكيد يعني ما كنت أعملت شيء أهم من هذا ولكن ممكن كنت زدت على الموضوع اللي صاد هو أن لا يكون هناك حصانة لأي شخص يتعاطى الشأن العام يعني كل شخص إن كان موظف صغير أو موظف كبير ما مفروض يكون بقى هذه منظومة الحصانة للموظفين ولرؤسة البلديات والنواب والوزراء يعني هايدي أنا باعتبرها عملية تغطي للقساد مفروض هالأنون هيدا يلغى كل شخص بدي يدخل على الحياة العامة من المفروض أنه يلغى عنه الحصانة والسرية المصرفية يعني هايدي أكيد كنت أنا زدت عليها على هالموضوع هيدا صح بس هذا اليوم يعني ما كان موضوع الرفع الحصانة ما كان موضوع رسالة رئيس الجمهورية اليوم كان موضوع رسالة رئيس الجمهورية تضيق الجنائي طبعا بس شو رأيك من اللي صدر اللي صدر أولا هايدي أول خطوة من الألف ميك وهيدي أول خطوة من أمال فرحانة الرئيس اللي كل مضاله كان منذ سنوات على أساس أنه يقضي على الفساد ويرجع أموال الدولة للدولة ويصير في عنا الشفافية اللي لازمة بكل مؤسسات الدولة وله السبب هيدا بيقلك أنه فرحانة الرئيس اتعرض لسنة الـ 88 لتاريخ اليوم للهجوم هو هجوم الفاسديني اللي تجمعوا ضده ولكن اليوم باعتبرها هايدي أول خطوة وإن شاء الله ما حدا بكرة يبهر لأرنب من جايته لحتالي يقوم بعملية احتيال على هالقرار هيدا وإنه يقول إنه هيدا مشان ضد المؤسسات أو هيدا مشان لعطيل يشوفوا إنه وان فيه أعمال أو هادرمال المؤسسات ولكن ما نحضر نوصل للأشخاص المهم إنه مش بس المؤسسات كمان الأشخاص يلي كانوا على رأس هذه المؤسسات مفروض إنه كمان يتحكموا وهيدا ساعتهم يكون وصلنا للشفافية المزبوطة بس بالسياسة دكتور نابير اليوم شو فينا نقول إنه حقق رئيس الجمهورية إذا كان حقق من شيء ما برأيك يعني يعني أولا حقق حلم عند اللبنان اللي كان دايما نقول مش ممكن يقبلوا السياسيين في لبنان إنه يحاكموا حاجة يعني هيدا اليوم اللي قام فيه فخيمة الرئيس أجبر السياسيين يعني بشان هيك برجع بردب بلك ما ماك فيه عملية تطوير لرسالة فخيمة الرئيس هايدي أنا بلك أول أول خطوة من الألفين من الأمال يلي عمدي يناضل من أجله فخيمة الرئيس منذ سنوات يعني هايدي أنا بله إن اللبناني مبروك اللي حصل وبتأمل من اللي قادوا الثورة إنه يدعموا فخيمة الرئيس مش ينزلوا على الشارع لحتالي يشتموا الرئيس أو يشتموا الطيار اللي هو عم بيحارب الفساد بالبلد نعم شكرا لألك دكتور نبيل نقولة النايد السابق على هالمداخلة وإن شاء الله قريبا بنشوفك معنا بالستوديو هون يمكن بس تخف شوية ظروف كورونا وأهلا وسهلا فيك نرجع للحلقة خلينا نبلش معكم رح أرجع أذكر في معنا ثلاث طلاب ميشيل غنام دومينيك كاعدة وقبلين سلامة أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة تنحكم من محل مختم دكتور نبيل نقولة ميشيل يوم موضوع الجلسة يعني رئيس الجمهورية وجه رسالة وضع النواب أمام مسئوليتهم طلع أرار بالنهاية لا عدلوا القانون ولا اكتفوا بتوصية أخذوا أراري اللي هي مثل ما وصفها الوزير بسيل أنه سيبقى نوعا ما بتتخوف مثل الدكتور نبيل نقولة أنه يمكن يرجعوا ويطلعوا أرانب أولا مساء خير أكيد في تخوف لأنه نحن متعودين مع الدولة العميقة اللي نحن منعرفها أو الترويكا المتحكم بالنظام السياسي في لبنان كيف دايما بيتصرفوا مع كل قانون إصلاحة من جرّب نعمل نحن قدمنا من قبل قانون إسياعات الأموال المنهوبة حدا رد علينا أو مثلا أنور رفع الحصاني حدا رد علينا اليوم لما نحن قدمنا تديق الجنائي وأنا أكيد بشد إيد عائد فخامة الرئيس بأنه التوصيق أو الرسالة اللي قدمها لمجلس النواب هي كتير مهمة ولكن اليوم كلهم قالوا بدهم تديق الجنائي بس مين منهم مستعد يتحاسب في حالة طلعا أي من الشبهات أو أي منهم مستعد يبلشولوا بوزارته أو بيقولوا وزاريتهم للأسر مين منهم بيستعدهم يبلشولوا تحقيق بس ليه بتبلش يعني من منطلق سلبة مش من منطلق إجابة أنه اليوم صار شيء أنه قالوا كلهم أنه سرية المصرفية مش لازم تشكل زريعة لعدم تسليم المستندات لأي شركة للحالية أو زراجات أو للشركة تانية ولكن شفنا حاكم مصرف لبنان ما أعطيهم المستندات أوكي هاي قبل بس اليوم قال أنه فيه القانون اليوم قالوا له أنه القانون منه زريعة مجلس النواب كله قال له ليه ما بتتعاطوا بإيجابية مع الموضوع نحكم عن نواية طبعا حاكم مصرف لبنان ولكن نتمنى يارات إذا حاكم مصرف لبنان بيقدم له كل بيقدم للشركة كل المستندات المطلوبة وما بيصير فيه ألاعيد من تحت الطاولة أكيد نحنا ساعتنا بس بمناسب حاكم مصرف لبنان كان من أو هو بهالأسناء بأسرب عبد عميلتاء رئيس الجمهورية بس هاي دي معلومة عمولة لأنا وجهت أكيد بها كتير منيحة وبالعكس هون ساعتها بناخد نحن حكينا عن مش عم نحكم عن نواية نحن عم نحكم عم شو صار مية بالمية لهيدا السبب نحنا فتنا بهذا أوكي دومينيك زيت الموضوع اليوم أنا قبل ما أحكي عن موضوع جلسة اليوم بدي أحكي شو وصلني لأنه أعمل جلسة اليوم وخلى رئيس الجمهورية يوجه رسالة لمجلس النواب اليوم نحنا تديق الجنائي القرار اللي أخدته الحكومة بأدار لألفان وعشرين تبين من أوله عم يجربوا يعرقلوا أو يجنزروا إذا بدنا أول شي بلشنا بشركة كرول اللي هي الأولي بمجالة شركة كرول طيروها من دون أي أسباب منطئية بس حكيوا عن علاقتها بإسرائيل حكيوا عن علاقتها بإسرائيل بس رجع باين أنه ما فيه ولا أي تقرير وصل للدولة اللبنانية أنه عندها علاقة بإسرائيل وهيدا شي قالت عنه بالآخر وزيرة العدل بقلب الجلسة بس كانوا عم يمضوا العقد مع الفراز عم يقرروا أنه بدون الفراز قالت لهم طب إذا نحنا اتفقنا كلنا أنه كرول كانوا هاو دي شبوهات مش صحيحة لاش عم تغير عنا قطعنا عنا جينا رجعنا على موضوع العقد المماطلة وكلنا شفنا المماطلة بموضوع العقد ونهار يلتزمه بقرار هيئة تشيح والاستشارات الاستشارة طبعا واللي ما بيعرف هيئة تشيح والاستشارات هي هيئة بقلب وزارة العدل شغلتها تعطي استشاراتها على طلب من الوزير بعقود باتفاقيات بأكتر من شغلة حسب شو بين طلب منها أكيدة الأنون هاني الضعيف بالنسبة لإله كون وجعل من أراءة مش إلزمية ولكن مفروض عندها قوة معنوية قطعنا عن العقد جينا رجعنا بالآخر صرنا عم متزرع بأنون السرية المصرفية وخلينا اليوم أنا كوني طالب حقوق حابب اليوم أنا قول أنه كل هالزرائع بأنون السرية المصرفية ما أنا مزبوطة ليش؟ اليوم حاكم مصرف لبنان عم يتزرع بشكل أساسي بين مادة 151 من قانون النقد والتسليف اللي بتحكي عن الحفاظ على سر المهني المادة 151 بتحيلك على قانون السرية المصرفية الصادر بخمسينات القرن الماضي هايدي المادة 2 من هايدي القانون بتقلك إنه السرية المصرفية أول شيء المادة 1 بتقول إنه السرية المصرفية لأنون معمول للمصارف التجارية والسرية المصرفية تشمل الزبائن وأسماء الزبائن وعودقهم إلى آخره وبذات الوقت المادة 2 عطت صلاحية لصاحب كل حساب بإنه إذا هو حابب يرفع السرية المصرفية عن الحساب طبعا لنشوف كيف بينعكس هايدي الشيء على الواقع اليوم مثل ما قلتلك قانون السرية المصرفية هو أحكام هو بتنطبئ على المصارف التجارية على المصارف التجارية يلي مش وحدة منهم يلي مش واحد منهم مصرف لبنان يعني الأموال العامة غير مشمولة بأنون السرية المصرفية هايدي لحتى نكون واضحين فيها وفلن نسلم جدا هايدي حسب رأيك ورأي أكيد يعني معروف فزيلة العدل بس فيه أراء تاني بتقول لا رأي أكترية ورأي هيئة الاستشارات مية بالمية رأي هيئة الاستشارات رأي نعط المحامين ما بعرف مين بعبد يمثل هالإيميل المعنوية أكتر من هؤذي اتنان اليوم الأموال العمومية غير خاضعة للسرية المصرفية زد على ذلك وفلن نسلم جدا أنه هي خاضعة للسرية المصرفية الدولة ممثلة بالحكومة هي الوصية على هؤذي الأموال العمومية مظبوطة ولا لأ فلذلك هي بأرارة اللي أخدتنه لتعمل تديق جنائية بتكون تلقائيا عن ترفع السرية المصرفية عن حساداتها وفلن نسلم جدا كمانا أنه بيقولولي بكرة بمصرف لبنان في حسابات لأشخاص كتير هين كمانا قانون النقد والتسليف بالمادة مية وثمانة وثمانين بيقول أنه نحن إذا بدنا نعطي معلومات عن حسابات لأشخاص بنستعمل تقنية ترميز حساب لجاد بوجاودة مثلا بعمل حساب لأيكس اللي عم بيدقي ما بيعرف أنه هذا الحساب لجاد أو لدومينيك أو لميشيل عم بيدقي بيعرف أنه هذا الحساب لأيكس إذا بيّن أنه فيه شبهات بهذا الحساب ساعتا أنا بيّن مين هيدا الاسم القضاء بياخد مجرى وكل هالقصص بتاخد مجرى اليوم حاكم مصرف أنت مخلص حقوق دومينيك؟ لا أنا طالع تالت سنة نعم اليوم لا أصلا للمشاهدين يعرفوا أنا ما بعرفك من قبل يعني أنه اليوم أول مرة اليوم حاكم مصرف لبنان كل هايدي زرائع وحاكم مصرف لبنان أكتريت الأسئلة اللي ما جاوب عنها ما إلي علاقة بالسرية المصرفية وهيدي الأسئلة تسربت لمجلة فوربس إذا حدا بيحب يتطلع عليها كمان هايدي ما إلي علاقة بالسرية المصرفية في بعض الإخبار تزرع فيهم ولكن هايدي كلها زرائع وبدي شدد على فكرة اليوم وخلي العالم يحفظوها السرية المصرفية مش لحماية المجرم والمرتكب السرية المصرفية تقدم فيها النائب ريمو قدي بالخمسينات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني مش لحماية المجرم والمرتكب والمختلص وإلى آخره نعم وفخامة الرئيس اليوم عم بمثل اللاعب الأبرز وشبه الوحيد بهالصراع اللي عم يعمله من أجل إقرارها تديق المال الجنائي والجلسة اليوم بس على السريع الجلسة اليوم يعني هالشعر اللي كان عم بيصير بهذه الجلسة اليوم بالوقت المظبوط معالي الوزير جبران باسيل قال مجلس نيبي ما بيطلع عرار ولكن رح نمشي بالإيجابية ولكن طب هاو دي الأفريقاء هو لأنه العادة أنه ردا على رسالة من رئيس الجمهورية توصي واحد بيتوقع أو إذا بديوا بعضه كثير بيقولوا بنعمل جلسة تشريعية تاني بعدين ومنقر أنون 100% هاي دي بنخاف منها شوي علما أنه كان فيهم اليوم لأنه يعملوا جلسة تاني وأقروا أنا كان فيهم يقروا أنون تاني هذا بدي أحكيه اليوم كان الجلسة تشريعية فيهم يقروا أنون ولكن أنا ما بدي أعطي بريفيلاج لحاكم مصر 2 وقل له أنه الأنون بده تعديل لطبق تديق الجنائي أنا شخصيا ضد تعديل الأنون ولكن بزيت الوقت إذا بديوا يتقدموا بتعديل الأنون هذا الشيء ما بيدوره بالتديق الجنائي ولكن بفيد بس أنا حابب بس وجهة رسالة لهذه الأشخاص يلينا من وراهم بتترك الرسالة بعد شوية لأنه قابلين بديوا يحكيه أكيد هلأ خلي الرسالة بعد شوية كمي لنفس الموضوع نحن خلينا نسأل حالنا كشباب لبنان هلأ شو المصار اللي قطع من قبل صار ما بيتغير هلأ بنا نحركه عن اليوم هلأ يعني بعد جلسة اليوم بعد جلسة اليوم أوكي الرئيس الجمهورية استعمل صلاحياته الدستورية وأرسل رسالة لمجلس النواب عم بيطالب بدرس هذا الموضوع اللي صار بهيد الجلسة اليوم هو مؤشر إجابة لكل اللبنانيين وهو إنجاز لكل اللبنانيين مش لفريق سياسة محدد شفت هو إجابة أنت نص نص كنا إن شاء الله أنا مقايرات هلأ بيبقى سؤال أنه هل فعلا رح يصير هيدا الموضوع عملي على الأرض أو أولا بدي يبقى كلام صالونات وكلام قدام الناس أنه نحن إيه طيب شو لازمين عملتا ما يكون كلام صالونات بس خلينا أقل لك شغلة قبل نحن أستاذ جاد في مثل من آمن فيه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان نحن بدنا نعرف وبندنا نشوف مع الوقت اللي جايه هل فعلا السياسيين يلي قالوا نحن مع التدقيق المال الجنائي هل فعلا بدوا يتطبق ولا بدنا نرجع نشوف عرقله للموضوع مثل ما كان عب يصير بالأيام السابقة طيب هلأ كيف بدنا نشوف عرقله يعني اليوم أوكي المجلس أمن الغطا خلينا نسلم معهم أنه أمن الغطا بدنا شركة يا بدأ ترجع الشركة القديمة يا شركة جديدة إذا القديمة ما بدأ الجديدة بدأ ترجع يا أما حكومة تصريف العمال ووزير المال بدوا يصير في توافق وهي بتجيب بشركة جديدة يعني ما بدنا ننطر الحكومة الجديدة مية بالمية هون الخوف مثل ما حضرتك ذكرت أكيد تدقيق المال الجنائي بدوا يصير عبر شركة اليوم نحن عنا الفراز ومارسال فلت لأنه ما كنا عم نتعطيها معه ما كنا عم نعطيها مستندات المطلوبة دور الحكومة الفراز ومارسال فلت لأنه بقصة المستندات بس عم تقول قرارة نهائية ما فينا نعرف مية بالمية ما يعني نحن هذا موضوع نتركه للمعنيين وللمسؤولين اللي يرجعوا يتابعوا هذا الملف من أول عن جديد ويرجعوا يدعوا لشركة تختص بهذا الموضوع تجي تدرس لنا الموضوع وتعطينا الحقيقة يلي كل مواطن لبناني شاب أو صبية صغير أو كبير عم بيطالب فيها نحن هذا الموضوع نتأمله من المسؤولين كنا ما دي يجوا ويحقق قولنا إياه فينا أسألكم هاي سؤال بسرعة بس بصراحة برأيكم رح يصير في تضيئ جناية أو لا برأيي إذا بضغط شارع نعم بس ها قصة وينين كل مرة بيخلقوا مشكل بالبلد بينسوا الناس إنه في تديق وفي قانون كمان دومينيكو أبنين تقولوا بدي بسير بالآخر أنا بأعتقد شوية رح يخد وقت بس طالما نحن موجودين طالما شباب لبنان وخاصة شباب الطيار الوطن الحروعين على الموضوع رح يتحق بالنسبة للي اليوم متل ما عم نقول يعني ما بحب كتير أحكم عن نواية ولكن التجربة مانا كتير مبشرة وعنا صراحة ولا مرة شفت مجرم إجا حاكم حالو خصوصي بلبنان يعني عنا ترويكا متحكمة صلى 30 سنة أنا بتأمل إنه يصير هذا التديق الجنائي ضغط فخانة الرئيس عم يصمر لحتى يصير هذا التديق الجنائي متل ما كنت حضرتك عم بتقول كمان اليوم نحن بوضع استثنائي يعني فيها حكومة تصريف الأعمال تجتمع لأنه في ظرف استثنائي وترجع تجتمع هيا مش صايرة بس قبل مش صايرة مش صايرة أبدا ولكن نحن بظرف استثنائي معقول تصير هلا أكيد حام مسكين بعض عم بيقوله لأنك فت بالتفاصيل الإنونية إنه وزير المال بيقدر يجع يعمل عقد تاني لأنه منطلق من قصة إنه المجلس وزراء القديم هو أخذ قرار هو فيه قرار سابق مأخود ولكن إذا أنت بدك تعمل عقد جديد مع شركة جديدة بتكون أنت عم تعمل موجبات جديدة ونفقات جديدة على عاطق الدولة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال ووزير تصريف الأعمال لا يمكن له أن يعقد أي نفقة ولكن مثل ما أقوله نحن بظروف استثنائية مجتمع حكومة تصريف الأعمال بيأخذوا قرار وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بيتك استنادا على قرار قديم صادر بأدار 2020 بتكليف شركة جديدة لحتى تباشر بالتدقيق بحسابات المصر إذا بتسمح لي أستاذ جاد أنا بموضوع اللي عم نحكي فيه أنا وياك وميشيل ودومينيك نحن اليوم ما بقيدنا سلطة نحن عم نسعى لنحصل على بلد منتمنى نحن كشباب لبنان دورنا ندلنا عم نضغط بهيدا الملف لأنه لازم نفهم شو أهميته يا شباب التدقيق المالي والجنائي هو بيخلي كل إعلامة كل رجل دين كل رجل أعمال كل رجل سياسي نكشفه بالكروض اللي أخذ الكروض المدعومة بفوايد قريبة للصفر هيدا الموضوع كتير مهم نحن لازم نلعب دورنا ونتمتع بأعلى قدر من المسئولية الوطنية وندلنا عم الناضل وانطالب بهيدا الموضوع مهما بدو يتأخر وبعدو يتحقق بإذن الله بإذن قدرت الشباب اللبناني الناس عم بتموت الناس عم بتموت وفيه ناس عم بتقدم قانون أو تديق جنائي كرمال يتبين كل الحسابات كرمال هالناس يرجعوا لأموالها وغيرها ويتحاسب المجرم وفيه ناس قاعدة عم بتقدم قانون يرجعوا يغيروا القانون الانتخاب يعني نحن اليوم بأرض الواقع لازم نحقق بقى تديق جنائي بقى فيها نأخر فيه وغيرنا بشو المشكلة يعني هلا نحقق بقانون الانتخاب قانون الانتخاب مش لازم يتغير مع أنه هيدا هلا مانه موضوع الحلقة بس هكي وليازم يتغير أو يتعدل ولكن اليوم في سلة في سلة أولويات اليوم أولويتنا هي تديق الجنائي والتديق الجنائي بيكشف كل شيء من رأس الهرم لأصغره هلا منعد منفكر بقانون الانتخاب هيدا هي بس فكرة طيب هلا تاني نقطة بموضوع مش حنضلنا بتديق الجنائي كل الوقت بس بالموضوع الإصلاحي كمان في عنوان بارز أنه مبارح طلع وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال على الامتيفي وقال أنه 95% من قضاة لبنان فاسدين هل احنا ما بدنا نفوت بقصة اتهام القضاة أو عدم اتهام القضاة بس فشفنا اليوم ردة فعل من الكل أنه كيف بيقول هيك الوزير فهمه بالموضوع القضائي برأيكم وين المشكلة مثل ما في سياسيين فاسدين سياسيين نضاف مثل ما في مواطنين صالحين مواطنين غير صالحين في أيضا قضاة نضاف وقضاة غير نضاف اليوم القضاة الانضاف يمكن مبينين بقلب مصارهم ومنشوفهم بالدعاوة يمكن لبين بيرفعوا أو لما يطلعوا يلاحقوا حدا مجرم أو حدا سارق المال العام وغيرهم وشفناها مع معدة قضاة وفي غيرهم كمان قضاة مفجر المرفأ بعد اليوم ما شفنا رؤس حكومات يمكن عم بيحقيقوا معهم ما شفنا اليوم سياسيين بالحبس وأنا اليوم دايما بدي شبه هيدا موابط بس الرئيس حسان ديب مثلا يعني رح لعنده المحاقة العدلة وسألوا الأسئلة هو إفتة حسان ديب هي أليماتة فاتوا للنيترات لا ما عم بقولوا إفتة حسان ديب بس ألتوا بس الحكومة يدعم بس اليوم نترات لما فاتت سنة 2013 نعرف كلنا بتير منيح مين كان بوقتا رئيس حكومة ومين بوقتا كان وزير أشغال وكل هيدول التفاصيل هيدول ليه ما تحقق معهم أو ليه اليوم ما شفناهم عم بيتحاكموا اليوم سرقات كزا شهر حيصيروا على تفجير مرفق بيروت تحسب الأدمة يعني أنا اليوم إذا بدي أخد القضاء عنا باللبنان وأكيد مني عم بتهم القضاء عم بتهم القضاءات الفاسدين اليوم أنا إذا كنت مواطن وعم بعمل شغلة بتحاكم متل ما صار مع الندف راح قال لهم فيه نترات حبسوه بينما يلي عن جد فوت النترات وفجر المرفق محد أرد صوبه فأكيد أنا بوافق وزير الداخلية ويمكن مش بالأرقام أنا ما بعرف أداء فيه قضاء فيسدين ولكن أنا بوافقه بالجوهر إنه نعم فيه فيسدين بالقضاء بس لأنه اليوم شفنا ردة الفعل دومينيك إنه نقابتين المحامين بشمال وبترابلوس عمل أضراب وأخدوا مواقف عالي للهجة مجلس القضاء الأعلى طلب من الجهات القضائية المعنية إنه تاخد إجراءات بحق وزير الداخلية وشفنا مواقف سياسية يعني من كل الاتجاهات إنه لأ والمس بالقضاء وله هي وقفة عهون المس بالقضاء أنا حال بأسأل نقابتين أنا مش عم بأخد مواقف أنا عم بأسألكم يعني تتعقرائكم أكيد أكيد أنا حال بأسأل نقابتين المحامين أيوم مهين أكتر وزير يتلعي يقول كلمة كل يوم الشعب اللبناني بيقول والله شخص عنده حق بمحكمة لأنه ما عنده واسطة ما ما ينعطاه حقه لحتى كون واسع أكتر بالموضوع ولا أحكي عن قضاء برجع أقول الوزير الداخلية حكي ما بوافق معه بالرقم يعني كب رقم هاك هو ولكن خلينا نحكي على شقين أساسيين بالقضاء لأنه حاب أعطي لمحة بالأول عن القضاء المالي لمحة سريعة القضاء المالي وديوان المحاسبة يلي هو يتابع بشكل أساسي لرئيس الحكومة اليوم نحن من 93 بالحسابات مالية بال2010 جو برشوا بالحسابات المالية يؤحلون على ديوان المحاسبة بعضوا اللي هلأ بيتحجز ديوان المحاسبة يعني ما عنده قدرات بشرية ما عندهم دقائقين بتلات سنين لحتى عملوه لنا قطى حساب السبعة وتسعين وتركون هول خمس سنين اللي قابل تركون ويعني بديوا انطرلي شعشرين سنة لقدام لحتى قوصل لألفان وخمسة شو هالحكي اليوم يعني في إرادة سياسية متحكمة بالقضاء أنا بالنسبة للي بعتبر أكبر إهاني إنه ينقال عني في إرادة سياسية متحكمة بالقضاء مش ينقال عني فاسي القضاء العدلة نيابات العامة فيش نائب عام نسمع فيه غير القاضي غدا عام بالأخير منزل وتظهروا تحت بيتها اليوم في عنا نواب محامين نائب هادي حباش الهمروجي اللي عملها بقلب أصر عدلة بعبدة كيف القاضي غدا عام تستعمل قانون من التسعة وتسعين مع مولة روح أحكي عنه بعد شوية بوقته ما حدا مستعمله متسعة وتسعين كان لأنون الإسراء غير المشروع قد ما ما حدا مستعمله النائب المحامي هادي حباش يمكن مش عارف إنه موجود وما بيعرف إنه المادة تمانية منه بتخول القاضي غدا عام بإنه تعتقل أو توقف موظف وإنه الأذونات والترخيص طبع لموظفين المشمولين بأنون لموظفين تسقط أمام الأنون الإسراء غير المشروع رأى عامي لدي الهمروجي كله ومش عارف فيه للأنون يمكن وهكذا ودولايت مثل ما بيقوله فيه اليوم جاهل فيه جاهل الأوضات ما عم يعملوا شغلون وأكيد ما بشدد إنه مش كل الأوضات اليوم فيه أوضات نضاف أكيد والدني ما بتخلى بالنهاية لا والتعميم أكيد غلط اليوم متما قالت وزيرة العدل يعني قالت إنه آخر شي القضاء هو بناء نفسه في التفتيش القضاء للدور صحيح والتعميم يجهل المرتكب يعني 100% كرمل هك نحنا منشد على عيد الأوضات النضاف ومندفع الشعب بإنه يشوف يقرأ يتابع مش لأنه القاضي غدا عم بتعاون أنا لازم سبه لا شوف أنا شو عم بتشتغل وإذا عم بتشتغل غلط أنا أول واحد بيسبه معه بس هو المشكلة يمكن بالبنان قبلين إنه الكل اللي بيشوفه هلأ كمان عم نشوف عم مؤسسات إعلامية يعني موضيع عم تنفتح حول ملفات فسادة صح وكل اللي يعني هذا الأمر تناوب بتعليه كل المؤسسات الإعلامية منشوف القضاء ما عم يعمل شي أو أقل له الانطباع خلانا نجاوب على قصة الانطباع يمكن يكون عم يعمل بمحلات جزئية بس الانطباع العام إنه لأ ما عم يعمل شي لاش ما عم يعمل شي ولاش الناس هيك نظرتها للقضاء فينا نلخص هذا الموضوع بكلمتان القضاء اللبناني على الأن بمشكلة الزبائنية السياسية كيف يعني فس الناس مش كلها بتعرف شو يعني زبائنية السياسية خلينا نشرح لهم أنا لما أكون مسؤول بالدولة اللبنانية عندي سلطة وعينت هيدا القاضي بموقعه أنا ببطل إلي عين إنه افتح الملفات اللي بتختص بهيدا الإنسان أو بهيدا الرجل السياسي اللي عيننا هيدا الزبائنية السياسية اللي عم نقع عم بيقع فيها الكضاء اللبناني ويلي عم بتعرقل الإصلاح بملفات كتير الكضاء اللبناني هو رمز الميزان بالبلد إذا ما كان عندنا كضاء فعلة وحقيقة ومتحرر من كل الأمور يلي عم بتخليه يكون تعرقله شغله نحنا ما رح يصير عنا دولة نحنا عم نشوف رئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل عون عم بيقله للجسم الكضاء أنا معكن وأنا غطاكن إذا رئيس الجمهورية يا جماعة ما عم بتسمعوا منه هل قد الفساد مشلش بالدولة اللبنانية هل قد الكضاء مشلش بالفساد وأنا ما بعتبر الفساد هو بس اللي بيسرق مصاري الفساد هو كمان اللي بيكون عارف الغلط وما عم بيحكي عنه لأنه هيدا بيكون شيطان أخرس بس كلنا منتذكر أنه رئيس الجمهورية بأوائل عهده يعني بجمع القضاء وأصلاً كرارة بس في محطة واحدة منتذكرها كتير وقال لهم أنه أنا القطا وأنا اللي دعمكن وأنا إلى خرهي وشوفنا مت ما عم تقول أنه ما طير شي نوعاً ما المشكلة بالتحديد وين برأيك مشكلة يعني مثلاً بس طاديف ناس ممكن يقولولي أنه فيه قانون تعسيز استقلالية بسلطة القضاء موجود باللجنة الإدارة والعدل اليوم هيدا اللي بيخلي القضاء هني ينتخبوا بعضهم يعني مجلس القضاء العالم يصير منتخب وإلى آخرية وفيه تعديلات كبيرة أنه هيدا ليش لا يقر أنه ما فينا نتكل على آلية ما عطي طولة مرة نتيجة ونتوقع منا أنه تعطي نتيجة طف دايماً دايماً بكل شيء دايماً برجع للشعب ما الشعب يعني اليوم الشعب ما أنه عم بينطفض بالمكان الصحيح شفنا مثلاً قداني زلطة طيب لاش ما فينا نسب الشعب ونقول له ما فينا نسب الشعب ولكن نسب معنا ننتقد نقول له ما عم تنتفض صح لا فيه سبب فيه سبب لأنه للأسف اليوم الشعب معود من زمان وجه عنده تفكير معين السياسيين أو هيدا المنظومة دايماً بتخدهم تفكيرهم على محل تاني ولا بيدورون على المشاكل الموجودة طيب نحنا جينا عم نقلكون يحو الفسادهم يحو سميناهم بالأسامة وبالأرقام وجينا قلناهم واعطيناهم لقوانين يعني نحنا بدنا إياهم اللي عن جد يكافحوا فيها الفساد ما حدا تحرك ولهيدا السبب أنا بشوفها اليوم مثلاً القضاء القضاء مثل ما قال قبلين فيه زبائنين سياسية فيه تدخلات سياسية اليوم خلي الشعب بقى يشوف مين أي قاضي عم بيقدم لقوانين المزبوطة مين يلي عم بيحاسب مين منه عم بيحاسب ساعة هون هاي قاضي عم يطبق لقوانين مين بالمين مين عم بيطبق لقوانين طيح حاسب يلي مفروض يتحاسب ساعة تناف تخلي الشعب بقى يعرف مين هو لازم دومينيك أنا حكيت بما فيه الكفاية عن القضاء وما أريد بقى أحكي عن القضاء يعني بالنهاية بالمستقبل شغلي كله مع القضاء لو أنت لفيك تعمل قاضي حتى إذا كنت مدى نروح عليك سوف تسافيش لأي الأبل اليوم اليوم نحنا في عنا لا شك أنه في عنا مشكل كبير ولكن قولنا كلنا حكينا عن القضاء حابب أحكي شوي على الشقة التانية من المشكلة لأنه نحنا عنا موضوع الفساد بتحله على شقين يكون عندك منظومة أنونية مرتبة بتقدر تكافح فيها الفساد ويكون عندك سلطة قضائية مستقلة بتقدر أنت هي الطب بقاوضي القوين لأنه حتى التدقيق الجينية إذا ما كان عندك سلطة قضائية مستقلة طب هل نتاج بدلت تصلى شركة ألفاريز أنت مارسل إذا ضلت مين بدل يرجع يحاكم مين بدل يرجع يحاكم على أساسها اليوم نحنا فيه كمانا زيت الفريق اللي عطوله بينسب وعطوله بمعمول متركاج على مقدم منظومة قوانين كتير كبيرة بقى المجلس النواب وكتير فعالة اليوم نحنا لحتى أحكي بشكل سريع عن شو القوانين مقدمينها وبدي ركز منهم على أنونان في عاما نحنا من أنون رفع السرية المصرفية لأنون رفع الحصانية لأنون استيعاد الأموال المنهوبة أنون استقلالية القضاء ومش بس طيار وطن الحر مقدمهم طيار وأفريقاء بقيين ومشكورين على القوانين اللي مقدمينهم لحتى ما نحتكر للإنجازات استقلالية القضاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الهيئة الوطنية لمكافحة فساد اللي على أساس النقار لنشوف أي متى رح تتشكل وحابي بركز على أنونان من هذه القوانين هنه أنون رفع السرية المصرفية وأنون إسراء غير المشروع بنسخته الجديدة اللي صدرت بالألفان وعشرين نعم سريعا عن أنون السرية المصرفية ومن بعد مهاترات ومصارعات صدر هيدا الأنون ولكن تم تفخيخه وتم سحب أهم بمت فيه يلي هو قدرة القضاء على رفع هذه السرية عندما يكتشف أن هناك شيء ليس على ما يرام بس هيدا أوكي أنت عم تقول فخخ بس فيه نواب بيقولوا أنه لم يفخخ لم يفخخ ونواب من كل الأطراف بس أنا حابب بيقولوا أنه بقلب الأنون قدرجة مادة خلص يعني بطل مفعول المادة الدستورية اللي حكيوا عننا وقتها بيأثر على هذه النقطة فضل فضل مش صحيحة إذا الحكي أول شي عن أنون السرية المصرفية اليوم ما فيه مادة دستورية بتنص على أنون السرية المصرفية اللي النواب اللي عم قل لك عنهم مش صحية مش اللي عم بسألك عارف 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 عندك أنت بقانون السرية المصرفية ورح نرجع نحكي قصدك أنت بالنواب وموضوع الحصانيات ومحصانيات حيرجع جيب سيرتون بقانون الإسراء غير المشروع أوكي أوكي تفضل أنه اليوم حتى الحصانيات ما بتغطي الارتكاب بقانون السرية المصرفية نعطى الحق لطرفين بس إلا نسحبها من القضاء ونعطى الحق لطرفين أول طرف هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بس تتشكل ولنشوف أي مطل رح تتشكل ونشد على إيد المعنيين يشكلوها والطرف الثاني هو هيئة التحيق الخاصة بمصرف لبنان اللي بيرقصها رياض سلامي اليوم بحاصب حاله وهيدي هيئة التحيق الخاصة هي دجاة عندها هيدي الصلاحية أوكي بس نحن عم نحكي عن قانون هلأ يعني اليوم رياض سلامي بكرة غير رياض سلامي اليوم هاي التحيق الخاصة هي دجاة عندها هيدي الصلاحية وبعمرة مش مستعينة عندها إياها من الألفان ألفان وواحد بموجب قانون مكافحة طبيعي الأموال والإرهاب عندها هي الصلاحية بس حدا شفت حدا بيحاصب حاله اليوم أنا مش فهمين هذا القانون أصلا كيف قطع وعملوا هاي التحيق خاصة بمصرف لبنان وحطوا رئيسها الحاكم يعني الحاكم بدوا يرائب حاله زحنا عن قانون الصرية المصرفية قانون الإسراء غير المشروع وهاني لب بالموضوع لأنه الحصانيات نحن هي اللي مخليتنا مش عم نقدر نحاسب حد أول شي بشكل عام لأحكي عن الحصانيات الموجودة بلبنان لحتى ميز بشكل أساسي بين حصانة الناب وحصانة الوزير حصانة الناب بتنص عليها المادي أربعين من الدستور وهي على نوعه الحصاني الديمي اللي بتمنع نلاحقه جزائيا بناء على أفكاره وأراءه اللي بيطراحها لحتى تسهله عمله وما يخاف يحكي الحصاني النسبية تمنع أنه القضاء الجزائي أو نلاحقه جزائيا على حيالة جريمة خلال دور انعقاد المجلس كرميل السلطة التنفيذية ما تتحطط على شناية بتحبسه وفي عندهم تصويت مهم مثلا مجلس نواب مثلا نجي نحنا أما بالنسبة لحصانة الوزير فهي المادي بتنص عليها المادي 70 من الدستور وبتميز بين الخيانة العظمة والإخلال بالموجبات الوظيفية بهذه الحالتان يحاكم الوزير أمام المجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أما بحاجة جرائم العادية فهو يحاكم أمام القضاء العدل العادي جينا نحنا بقانون الإسراء غير المشروع الجديد يلي صدر من بعد كمانا مصارعات كبيرة ومن بعد محاولات كبيرة لتعطيل تعديله فيه إيجابيات خفف الكفالة لحتى كل شخص يقدر يرفع دعوة واليام بطلت محصورة بقادة التحقيق ببيروت أما الشي الأساسي فمنعه أنه ينحط بقلب القانون أنه الإسراء غير المشروع وإخلال بموجبات الوظيفية لهيدي بتتعارض مع الدستور هيدي ممتتعارض مع الدستور لأنه أنا رح أرجع لقرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنة الألفين قرارين كمانا لقرار رقم سبعة ولقرار رقم واحدة وثلاثين ورح تتفاجأ هلأ أنه هاضي صادرين من سنة الألفين بيعرفوا الإخلال بالموجبات الوظيفية وبيقولوا أنه هو ما يرتبط بشكل مباشر بالوظيفة طبع الوزير لذلك وبالذات الوقت بيقولوا أنه كل تفضيل للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة هو لا يعد إخلال بالموجبات الوظيفية لذلك لا تشمله الحصاني لأن الحصاني ليست لحماية المجرم بل هي لتسهيل العمل من الألفين صادر هيدا الاجتهاد عن محكمة التمييز بما يتمتع به من قوة معنوية ومنلاقي الأضاة ما عم يطبقوا وما عم يلتزموا فيه وبعضهم مصرين بأنه الحصاني بتشمل الإخلال بي يعني الإخلال بالموجبات الوظيفية بيشمل كمان الإسراء غير المشروع فلذلك اليوم بدأ نوصل ما نوصل لنتيجة نتيجتان أساسيان تديق الجنائي غير مخارف القوانين اللبنانية والحصاني لا تشمل الإسراء غير المشروع خلوا الأضاة والوسائل المحطوطة بين إيديهم بس أن يستعملون ما بدنا أكتر من هاك لا بدي تعديل ولا بدي شيء نعم خلونا ناخد برايك ومنجع من نكمل بالجزء الثاني من الحلقة بالجزء الثاني يا ميشيل وأبنين رح يحكوا أكتر مني فاصل ونرجع لحلقتنا الليلة بس بدي يعني أتمنى على يلي عم يحضرونا وبدون يبعطوا السؤال ما ينسوا أنه ما فينا نسمع بويس بيبعطولنا نص مكتوبة فينا نقري على الهواء برايك ومنرجع عودة لحلقتنا الاستثنائية من رح نبقى سوى لهذه الليلة الموضيع السياسية والاقتصادية وتدقيق الجنائة ومحاربة الفساد إنما مع طلاب مش مع سياسيين معنا ميشيل غنام ودومينيك كاعدة وقبلين سلامة أهلا وسهلا فيكم نشت هالمرة رح نبلش معك قبلين شو قصة الفيديو اللي محضرينه والمبادرة هيدا الفيديو هو بإطار المبادرة الشبابية لضغط الكرمال نوصل على الملفات اللي عم نطالب فيها بالمبادرة الشبابية نحنا كنا أسسنا جمعية اسمها Smart Economy هيدا الجمعية حبت تعمل فيديو أنت تلميذ اقتصاد مية بالمية هي جمعية شبابية طعنة بالشأن الاقتصادي هيدا الفيديو بدو يفرج رغبة الشباب اللبناني بتحقيق التدقيق المال الجنائي إذا فينا يلا خلينا سار نشوف الفيديو بليز مرحبا اسمي سيموسة باغ مواطن لبناني مستقل طالب التدقيق الجنائي لأنه هو الطريق لمكافحة الفساد وأنا رح أمضي العريبة أنا ريتا رزو كمواطنة لبنانية طالب بعوضة التحقيق المالي والجنائي وراح أمضي العريبة أنا في عمرية كمواطنة لبنانية طالب بضرورة التدقيق المالي والجنائي لأنه بحق لنا نعرف الحقيقة واليوم رح أمضي العريبة مرحبا أنا اسمي لمو أرعب مواطن لبناني نحن تشباب لبنان ونصر على ضرورة تطبيق التدقيق المالي والجنائي سعر أنا لفين الخولة لبنانية بطالب الحقيقة المالية والحقيقة غيرية بتزيق الجنائي وتزيق المالي أنا كمان أحمد العريبة هذا كان الفيديو شو قصة العريبة مثل ما ذكرنا أنه تدقيق المالي الجنائي هو قضيب بالنسبة للشباب للشباب اللبناني الفيديو هو عم نطلق فيه مبادرة عم نمضي عريضة كرمالي نوصلها لمصرف لبنان ولوزير المال وكرمالي نقول لهم أنه هيدا رغبة الشباب والوقوف بوجه رغبة الشباب اللبناني هيدا جريمة بحق البلد رح يسمعوه اللي نحنا اللي علينا نعمله هو أنه نلعب دورنا للآخر هيدا البس اللي بدي يقوله بيسمعوه ما بيسمعوه هيدا شأنون بس نحنا ما رح نستسلمه ما رح نسكوت إلا اللي نطالب إلا اللي نحقق اللي عم نطالب فيه استسجاد وخلصت خلاص هياها لا أبلين كتير إجابة وأنا أصل مع الفكرة يعني ماني ضد بس تنشوف بالموضوع الاقتصادي إذا إجابة هلأ أنت تلميز اقتصاد أول شيء بأي جامعة باللبنانية الفرعة الثانية باللبنانية بالفرعة الثانية اليوم نحنا يعني قدام حيط مسدود صح كيف نبرم وراء الحيط نشقه شوي أكيد اليوم استسجاد أكتر شيء المواطن اللي بني عم يسأل حاله فيه لما يوع من النوم شو سعر صرف الدولار قداد دولار اليوم هل رح يشيله الدعم ولا ما رح يشيله الدعم ما فينا على قد نكون إيجيبيين بالاقتصاد لأن الأرقام تحكي عن حاله بس بدنا نذكر إذا كمان بيقدرت لعلى الهوى المستند طبع العجز بالميزان التجاري بنا نذكر أنه في عجز يلا أنت عبلش اشرح في عجز بالميزان التجاري هذا العجز هو نتيجة طلب ونتيجة تعرض نحنا بلبنان ما عنا للأسف عرض منطوج وطني بشكل كافي بأمن الاستهلاك المحلي نحنا عم نضطر نستورد من الخارج كما ننلبي حاجاتنا وهون الأرقام بكونوا عم بتفرجينا بقلب المستند عن الخلل وعن العجز يلي بيحكوا عن سنتين 2017 و2018 وهيدا شيء أساسي سبب لأنه نتخرج عملة أجنبية من لبنان النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها هي بس شباب إذا فينا نشوف المستند اللي قال عنه قبلان ما كان مبين لا هلأ بيجعب يبين أوكي رح كمل هو نعم نعم أكيد كمل النقطة الثانية اللي بدي أحكي عنها هي الفوائد العالية اللي عطتها المصارف للموضعين وهيدا كان عم بيلاعب دور أساسي من تحويل الاقتصاد لريعة ونحن يعني لأعطيك مسألة أنا استجاد إذا حضرتك معك مليون دولار جيت شفت أنه المصرف عم بيعطي فايدة كتير عالية على الوضائع بدك تروح وتحط هذه المصريات بالمصارف وتقبط فايدة كل آخر كل شهر وترفع أجراك على الطاولة أنت هون شو بتكون عملت؟ بتكون ضربة الاستثمار لما تكون ضربة الاستثمار بتكون روحت فرص عمل وروحت كتير قصص قادر لبنان يكون عم ينتج فيها قصص تقدر تلبي حاجاته هذا الدوكورنت 100% هذا عجب الميزان التجاري كنا نحكي عن طلبية حاجات سوق اللبناني تالت نقطة يلي هي نحكي عننا كتير بالأول الفساد والهدر وتهريب الأموال يلي تقدر بأربعة مليار دولار بسبطمبر 2019 هؤلاء تلات نئات أساسية وفي كتير غيرهم هيدول تلات نئات أساسية قدوا لشح السيولة من السوق اللبناني شح الدولار من السوق اللبناني اليوم بناء بناء نسأل حالنا شو الحل الحل موجود الحلول انطرحت على الطولات بكذا آآ آآ مناسبة وبكذا ملف المساري الإصلاحي الحقيقي هو بتشكيل الحكومة بالدرجة الأولى ومن بعدها بناء نروح ونرجع نفعل المفاوضات مع صندوق الناد الدولي ونرجع نحكي بتفعيل مؤتمر سادر ونرجع كمان نكمل بملف البترول لأنه البترول بيقدر يدخلنا كميات هائلة من الأموال طيب أنا لما أرجع نروح على المفاوضات مع المجتمع الدولي بدأت تيجي هاي المساريات من بعد ما كنت أنا فرجاتهم أنه قادر أعطيكم سئة بتحقيق تدقيق المالي الجنائي أنا لما ترجع هاي تيجي المساريات من قلرات هاي المساريات ما لازم تنصرف على الطريق اللي كانت تنصرف بالحريرية السياسية ما بدنا نغلط غلطة باري 1 باري 2 و باري 3 هاي دي الأموال لازم تنصرف على الكتاعات الانتاجية على الاستثمارات المحلية نكون عم ندعم فيها الاستثمار اللبناني بكافة كتاعاته زراعة صناعة تجارة وإلى آخره وهيك نحنا هم نكون عم نرجع نحل أزمة البطالة وعم نوظف يد عاملة بهذا الموضوع هاي دا هوني عم نحكي أكيد عن نابد كتالوا للشباب لأن ناطرينها كان نحطينا هون لنشوفها فول سكرين هاي دا هون هاي اللي عم بيبين على الهواء المستند هاي دا المستند بيفرجة بدراسة قام فيها بروفوسور ستيف هانك نسبة التضخم يلي عم بيسجلوا لبنان تاني أكتر دولة بالعالم عندها تضخم من بعض فينزولا والرأم مبين واضح قدام المشاهدين هاي اللي دا هشت فيها الدنيا هالكاميو 100% هلأ نحن بدنا نرجع على مستوى الشبابة على مستوى الشبابة نحن ما قادرين نغير شيء الاقتصاد جزء لا يتجزء من السياسة لأسلاح اقتصادي بدنا قرار سياسة بس نحن ما رح ننطر مكتفين إيدينا القرار السياسي ليتطبق نحن بدنا نتوقع بدنا نستوعب هيدا الواقع الموجود عنا وبدنا نحكي بسلوك اقتصادي واجتماعي جديد لازم الشاب اللبناني يطبقوا على حاله أكيد فصلنا إياها بكلام نفهم مشواهي مية بالمية فينا نحكي عن نقطة دعم الصناعات المحلية على سبيل المثال استاذ جاد الشوكولات هلأ بيبقى أنه صارت الأسعار غالية مثل ما نذكر بالمستند والتدخم صار كبير صار سعر الشوكولات المحلة أرخص من الشوكولات الغير محلة من هيك نحن من وجباتنا بكل الاستهلاك اللي بدنا اللي نحن عم نشتري لازم ندعم الصناعات المحلية والإنتاجات المحلية نقطة تانية لازم اليوم الشاب اللبناني شوكولات مصر يعني مصر أكيد لازم يكون الشاب اللبناني عم يفرق كتير منيح بين رغباته وبين حاجاته لازم يحط كأولوية عنده الحاجة يعني على سبيل المثال أنا حابب جدد تليفوني معي هالقد مصاري وحابب جدد تليفوني بس سيارتي منزوعة ما عم بقدر أمشي فيها لأ حاجة عندي أنه روح زبت سيارتي وانسى موضوع التليفون لأنه عنا أزمة اقتصادية ما بقدر هلأ أجيبه بعدين ما عالوقت بس شو زنب هذا سؤال مش ما تاخدوا أنه سؤال ليك ما أنه مهم بس كتير من الشباب أكيد تسمعهم رفقاتك بقول لك أنه أنا شو زنب إذا السياسيين سريعين البلد من سنة ونص كنت غير التليفون كل خمسة شهور مرة هلأ بطل فيني غيره شو خصني أنا ما هيدا الموضوع أنه نحنا ما خصنا ونحنا بدنا ندل نلعب دورنا للآخر بس في واقع يا استسجاد هيدا الواقع بدنا نستوعبه بدنا نعرف نتصرف معه ونطلع منه بأقل خسائر ممكنة بدي أعرف أنه هيدا الواقع هلأد عم بيؤدي على أنه يكون أنا بوضع متأزم من هيك بدي أعرف ميز بين رغباتي وبين حاجاتي نقطة الثالثة يلي هو استهلاك الحاجة فقط لازم الشاب اللبناني يعرف أنه ضروري يستهلك حاجته فقط لغير لعطيك مثل كتير بسيط صحار التفاح طلع باله ينزل يجيب تفاح اشترى صحارة الصحارة أكل منه لنعتبر عشر تفاحات بقى البقوا بالصندوق وانتزعوا لأ وانا بس الطلب عم بيزيد عم بتطر جيب من بره بضاعة عم بتطر جيب تفاح من بره من هيك لازم استعمل حاجته فقط اوكي اه بالنقطة هون بتذكر الوزير ويقاموهاب الوزير السابق قال ببداية الأزمة انه رح نوصل لوقت نشتر تفاحة مية بالمية شو بنفرق عن الأوروبيين يعني قدراتنا شو بتفرق عن الأوروبيين بأوروبا فيها والكل بيعرف النقطة الرابعة هي لازم الشاب اللبناني يعرف كيف يستخدم أمواله يعني اه اذا كان عم بيشتغل وهون عم شدد على كلمة اذا كان عم بيشتغل لأنه ما عم نقدر للاقي فرص عمل اذا كان عم بيشتغل لازم يجرب قدمة فيه ما يصرف اللي يطلعه وحتى لو كان المبلغ اللي عم بيقبله بس وين بيحطه؟ ما هيدي بنا نفسر نحنا على البانك ما بقى تروه ما من هيك عم لا فيه فيه طريقة بيقدر الشاب اللبناني يستعملها هو يقسم المعاش اللي عم بيقبضوا بطريقة يكون عم بيصرف جزء منهم عم بيضب جزء منهم وعم بترك جزء منهم للاستثمار بدك أعطيك متى الاستثمار انا اليوم متى الاستثمار لشباب صغار لشباب صغار انا اليوم بدي قول لكل الشباب اللبناني انه الشغل شو ما كان منه عاب انتو عم بتطلعوا مساري بعرق شديدكم فيه مخر الشرب العبود بيسألك قداش ما اعتبر المعاش تنقصمه هيك هو شو ما كان ما بيتقصم هو بال بركاد يطلع شقفة واحدة هي نحنا عم نحكي عن الشباب اللبناني لانه تب بيبقى عطول الشاب بمعظم الحالات بعده تحت جناح أهله يعني ما عم بتكلف كتير اكل ما عم بتكلف كتير شديد لا شرب المجوز غير حالي اه 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 خليله عائلته بقى نحنا بهذا الموضوع رأتي مطل الاستثمار صغير بيقدر الشاب اللبناني يعمله اوكي انا قادر ضب مية او ميتان دولار بيقدر جيب فيها اه طندوز وروح اقبض مصاري وكرميل اشغل بالجزون عند الناس الشغل منه عاب هيدا ازمة بدنا نعرف نطلع منا بقى الخسار ممكنة كمان من النقاط اللي ذكرها هو استخدام دوب ميتان دولار لحظة مش عم بيخدأ انا لا انا كتير بالعكس يعني مقدر وبلاقي اللي عم تحكيه كتير مهمت صح بس هلأ حدا بيقلك انه دوب ميتان دولار يعني شو ميتان دولار ميتان ضرب اثمائة الف يعني دوب مليون وستمائة الف بالشهر مليون ستمائة الف بالشهر مين قدر يعملها مية بالمية من هاك بدنا نرجع للنقطة اللي لناها بطريقة استخدام امو يعني انه نحنا باللي عم نقبضه في جزء بدنا نضبه والجزء اللي بدنا نضبه هو رح نقدر ندعم في مشروعنا الاستثمار انا اصدقى قد ما كان المبلغ قليل واحد مش انه يععد ينقل كل النهار يعني كيف بديه تصرف اكيد اكيد نحنا اعطينا هذا المطل في الف مطل غيره واللي بده ياخد امثال اكتر نحنا كجمعية بيقدر يبعط لنا ايميل صفحاتنا موجودة على مواعق التواصل شو الايميل فيك تقولوها او بعدين حطوه او بعدين حطوه اوكي اوكي بنقدر نعطيه ليستة عن مشاريع بيقدر يشتغلهم بعمره ياللي بده بيبعط لنا على فيسبوك الو تي في بنبعط له اكيد ما في مشكل نقطة الخامسة هو كمان اساسية كتير هون استجاد استخدام المهارات لنقدر نعمل منها ارباح وهون اهمة المهارات المهنية يعني انا اذا شاطر بالتعليم انا طالب جامعة شاطر بالتعليم بقدر روح درس ناس ببيته طلع منا مصاري انا اذا شاطر بالرياضة وطالب جامعة بقدر روح مرن مجموعة طلاب بالرياضة والى اخره وهذا الشيء كتير بيساعدنا الى جانب مسيرتنا الاكاديمية بالجامعة اوكي بس هو اصلا بالمرحلة السابقة في كتير شباب وصبايا بيشتغلوا اكيد بيكتير اشغال والشغل اكيد مش عايد بالحكس بالمطاعم والمهارات يعني اللي عم تقول عنها صحيح سعب تدعيه ان يزيدوها مية بالمية يعني اللي بيحس حاله انه ما عنده هاد المهارة انا بيدعيه على انه يروح يشتغل وينمي مهارة موجودة عنده النقطة السادسة هي باستغلال الوقت الضايع كل شاب لبناني وكل صبية لبنانية بيلاقي حاله او بتلاقي حاله انه عنده وقت ضايع هيدا الوقت لازم نشتغل عليه بانه نفتح علاقات مع الناس الكمونيكيشن مع الناس كتير مهمة نتعلم مهارات جديدة مثل ما ذكرنا من قبل ونحدد اهدافنا بالمستقبل القريب هيدا بالنسبة للنقطة السادسة بالنقطة للنقطة السابعة كمان ضرورة الابتعاد عن عداد بتأخر النجاح مثل السلبية بالفكر ومثل الغرور وإلى آخرها بالنقطة الثامنة بابا بدي طول عليكم كتير فيه تلتعاش انا شايت اه لا ما راح ينذكروا كلهم لا فيك تذكرهم بس منسرع شواء اوكي كلمة لها ميشيل بنا نحكي بعد معه عن النزوح والدولة المدنية اكيد بالنقطة الثامنة استاذ جاد لازم نعرف نوظف سرواتنا الاربع يلي هي سروتنا الجسدية سروتنا المالية وسروتنا الاجتماعية ووقتنا هيدا شيء اساسي اللي نعرف ننظم الوقت اهم شيء مية بالمية بس سؤال هلأ هاو دي من وين جايبوا من الجامعة ولا هاو تتعلمون بالجامعة ولا من لا استجاد كالطالب بالعلوم الاقتصادية بتعلم تيوري وبتعلم قصص بير ايكونومي نحنا هون بالحلقة عم نجرب قد ما فينا نبسط الامور ونوصل رسالة بسيطة للمشاهدين هيدا اكيد مش انا اخترعتهم هيدا نتيجة كتب رينا هون ونتيجة ارتكلات ونتيجة كتير قصص عم نطالع اللي نحصل عليها خلينا اذكر الشغلة كتير مهمة وهي نحن نعرف كشباب كيف نسوق يد العامل طبعيتنا الازمة اللي صارت بين امريكا وبان السين كان لها مستفيد اساسي وهي اندونيسيا لماذا؟ لانه الشركات الاوروبية والامريكانية سحبت معظم شركاتها من السين واتجهت نحو اندونيسيا حيث يد العاملة كانت ارخص وحيث الاجار كان ارخص والى اخره من هاك نحن لنحضر حالنا للمستقبل لانه متفقلين بمستقبل خير للبنان بدنا نعرف نسوق يد العامل طبعيتنا ونتعلم مهارات كتير مهمة واهمة المهارات المهنية خلينا اختم السلوك الاقتصادي والاجتماعي بعد دقيقة معك هيها اخر واحدة احسن ما تاخد حق مش هاد اكيد كمان لازم الشباب اللبناني يشاركوا بنشاطات طوعوية نحو الاقتصاد يعني نحن على سبيل المثال لازم نكون اكتر ناشطين بنشاطات طوعوية ونكون عم نبشر الناس باللي اكتسبناه وعم نقول لهم انه نحن اقتصادنا فينا ننكزه واقتصادنا فينا نطلع من الازمة عنه ولازم كل شاب بصبيه يكونوا رسل للخير والتفاؤل ونحن قدر نطلع من هاي دي الازمة كمان قبلين مثلك ما فيش وعد ما بيصدق انه تلميز يعني لانه بيحكي اصلا بنبرة استيز اوكي ان شاء الله بصير عن استيز هلا من الاقتصاد ننتقل على النزوح هني مرتبتين تفضل انا حسن ما اخذلك الوقت بالاسئلة اولا بدنا عرف نفرق بين اللاجئ والنازح اللاجئ باغلب الاحيان هو شخص بيكون لاجئ من بلد الى بلد اخر تفسرها لوسائل الاعلام لانه كلهم بيقولوا عن النازحين السوريين لاجئين والفلسطينيين لاجئين لا 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 بقولوا نازحين فاللاجئ هو بيكون باغلب الاحيان شخص رايح من بلد الى بلد ومثل الحالة مع السوريين عنه انه بيكون لاجئين من حرب اما النزوح السوري او النزوح هو نتيجة او بيكون للاستقرار وبيكون من منطقة لمنطقة بنفس البلد واستقرار يعني شخص بده يتطبب يعني بده يتعلم يعني بعد عشر سنين في يقول لك انا بدي جنسية ولهيدا السبب ان لا كل الوسائل اعلام بيقول نزوح سوري فنحن لازم نقول لجوء سوري لازم نقول لجوء؟ طبعا لانه هو لاجئ حرب ونحن بلبنان منا ماضين على الاتفاقية الدولية اللي بتنص انه ناسحين هم لاجئين هيدا لازم يعرفوه فهيدا الازمة بلش يتسنة 2011 لما بلش هو يجوء على لبنان اكيد كان لها تأثيراتها بس هن السوريين هلأ يعتبروا او رفيوجيز يعني ناتح اولاجئ هو اللاجئ هن من دولة لدولة لانه انتقلوا من دولة لدولة طالما انتقلوا من دولة لدولة بينعدوا لاجئين بينعدوا لاجئين مش ناسحين من منطقة لمنطقة تانية بقلب بلد واحد هو بده يستقر نحن هو جايم ورا سبب معين بس يخلص هيدا السبب بيرجع على بلده ونحن اليوم صار في عنا بسوريا 13 محافظة امين وهن قد مساحة لبنان تقريبا ب15 مرة مش كلمة بالتن فاللاجئين اليوم عم بيقسوا على لبنان ان كان اكتصاديا او ديموغرافيا او امنيا هلا اكتصاديا في دراسة عن ميناء الـ UNHCR الكلفة المباشرة والغير مباشرة تفوق الـ 40 مليار وكمان بنعرف انه عم بيستخدموا من البناء التحتية ومن فرص العمل قدام الشباب اللبناني اليوم ان اذا بدي روحتها اتوظف ما في محل يوظفني لانه يمكن عم بياخدوا لاجئ سوريا بكلفة اقل بس هو كان قبل ينقال انه الاعمال اللي بيشتغلوها السوريين وغير السوريين في لبنان اللبنان بيتفلسفة هلا كمان اكيد بس هاي دي بيقولوا قبلين مظبوط تتعلق لازم هلا بيشتغلوا شواء اكتر يوم مش عاب اليوم الشاب اللبناني يروح مسلا يقول انا بدي اشتغل بترمبا وان الغلط شو هي خلقة لجنسية تانية مسلا او مسلا روح اشتغل ويتر او غير ويتر شو فيها روح شوف دول برا هن بيشتغلوا هن الشباب بغير دول هن بيشتغلوا كرمال من هن وصغار يتعودوا هلا على الصعيد الديموغرافي فيه غراف اذا فيه مجال نفرجيه يعمينه هن دراسة عامتها ال UNHCR المفوضية كاخر مرة عمل كان سنة 2018 هاي دي بتفرجي هيدا الغراف بيفرجي انه من اصل كل الف لبناني انت هون فيك تشوفه وراي من اصل كل الف لبناني فيه مية وستة وخمسين سورة وهي دي سنة 2018 اليوم احنا سنة 2020 وبعد ما حكينا هلأ بنسبة الانجاب ولا حكينا بيقديه بعد بالارقام الغير شرعية يلي مش مسجلين بال UNHCR ولهيدا السبب رئيس الجمهورية على المنابر الدولية كان عم بيقل له انه قرار التوطين يعود لنا وفقط لنا يعني اليوم هن ما يفكروا انه بيبقوا اللاجئين كرمال بعد فترة يقولوا لأ نحنا بدنا نوطنن نحنا ما حنقبل نوطنن نحنا كالبنان الوحيدين منقرر اذا بدنا نوطن او لا بيضغط دولي ولا بيغيره اما امنيا ونحنا مقررين بالدستور نحنا مقررين طبعا اكيد بالدستور انه لا اكيد امنيا متما منعرف الفقر بيقدي للانحراف الحراف بيقدي للتطرف والتطرف بيقدي للارهاب فما ممكن نعرف انه اليوم المخيمات يلي مش كلها منضبطة ولا كلها تاب على المفوضية ولا لـ UNHCR أو غيرهم يمكن يكون فيهم سلاح ونحنا ما منعرف هلا الحل هو عودة اللاجئين طبعا صار فيه مؤتمر لعودة اللاجئين بدماشك مش من زمان كتير من كم يوم هيدا المؤتمر شدد فيه وزير خارجية روسية طالما هنه رعيين كانوا رعيين روسية 100% سيرجي لافروف شدد على عودة اللاجئين بحسب القرار طبعا مجلس الامن الدولي 2254 هيدا قرار بنص على عودة اللاجئين الى بلدهم بحسب المواسيق الدولية هلأ هيدا المؤتمر متل ما شفنا كان فيه مؤاطعة امريكية بل اكتر من هيك سخفوه لانه حبر على ورق ومؤاطعة اوروبية شاملة هلأ نحنا خوفنا بلبنان انه يكون موضوع اللاجئين هون متل ما صار مثلا بارتساخ لما كل واحد شد ظهره بطرف من الدول الكبرى لما يتفقوا هيدا الدول الكبرى نحنا منروح ضحيتهم ويحي اليوم ارتساخ شيلوا نصة لما قولوا كارباخ عطيوا نصة للارمن قوى معهم ونصة عطيوا للأزارية ونحنا بلبنان ما بدنا نشد ظهرنا لا بأمريكاني ولا بروسي ولا بإيراني ولا بفرنسي ولا بأي حدا ولا بأي طرف نحنا متمسك فقط بالدستور اللبناني وبالمواسيق الدولية ولهيدا السبب نحنا ما بدنا نشد ظهرنا بحدا ومنقول عند تغيير الدول احفظ رأسك ونحنا بدنا نحفظ رأسنا ونحنا ما بنقبل انه نكون قدات بأيد أي حدا منعرف انه كان في مشكلة انه الحكومة اللبنانية حكومة الوحدة الوطنية اي حكومة اقل له بالعهد الحالي اول حكومتين ما كانوا عم يقدروا يتوصلوا لصيغة لورقة ورقة موقف مواحد من موضوع النزوح سوري اجت حكومة الرئيس حسان دياب عطيت موافقة ولو مبدئية على ورقة معينة يعني سقطت الحكومة المرحلة الجاية هل فينا نعتبر انه هيدا الورقة هي ورقة الدولة اللبنانية او انه خلق لانه طالع عن حكومة الرئيس حسان دياب مش الكل اللي حيا هلأ كمان غير قصة هيدا سؤال شوي سياسي كمان غير قصة الارادة المحلية كمان بدنا نشوف ارادة دولية وعلى مين عم بيضغطوا بالداخل يعني مثلا رئيس السابق سعد الحريرة او المكلف هلأ سعد الحريرة لما كان بعضه رئيس حكومة كنا عمقلهم بدنا نروح على سوريا تنفاوض السوريين على عودة اللاجيين الى بلدهم ولكن بوقتها سعد الحريرة كان رافض وهيدا الكيدية السياسية يلي عندهم اياها بعض الافريقاء السياسيين بلبنان هي يلي قدت الى بقاء اللاجيين بلبنان وفي سورة يرات من فرجية هي لاجيين بقلب المخيمات يعني اذا الواحد بيشوف هيداول اطفال كيف عم يتعذبوا نسبة الفقر نسبة التعتير يلي بالمخيمات يعني ويرات هيدا باللبنان السورة نعم والبعض بيتهمنا بالعنصرية نحن منا عنصريين اذا بتطلع على هيدا الصورة انتو بتقبلوا يلي عم تقولوا عننا عنصريين انو يبقوا بقلب هيدا الوضع المزري يلي عنا اياه شو زنبهم زنبهم مجتمع دولي ما بدوا يردهم بس هني رح يقولولك انو انت بتقبل انو تشيلهم من هيدا الوضع المزري بس اللي هني اقل هو على قايد الحياة فيه وحياته مش مهددة بالخطر وتبعتهم على محال ممكن يتعرضوا بس انا من يردوا على محافظة بس مش بدارونا تردوا على بيته انت عم تردوا عاما انت أبي بيته على منطقته وهيدا عم بحكي انا اليوم حق بكل الاوانين الدولية وبكل المواسيق وايضا اذا بيطلعوا متل ما عم نطلع هلأ على اللاجئ السوري اذا بيطلع هلأ ايضا على اللبناني في منهم اوكي عم بيتعرضوا للقتل في منهم عم بيتعرضوا للاختصاب في منهم عم بيتعرضوا للسرقات من وراء اللاجئين يمكن وضعهم سمحلهم انهم يعملوا اعمالهم فخلونا اليوم نطلع على الصورة الكبيرة اليوم لا صورة عدوك ولا اللبناني عدوك عدوك هي الكيدية السياسية والجهل يلي عندكم يلي ما عم بيخلي اللاجئين يرجعوا على بلدهم هيدا يلي هيدا بياختصار عن موضوع النجوز في موضوع الدولة المدنية يعني قبل هيك فتحت لنا مثل ما بيقولوا يعني مجالتا نسألك قبل بس ما سألناك لما نحكيت عن موضوع أنون الانتخاب لأنه أنون الانتخاب اليوم البعض بيقولوا أنه هيدا هو المدخل الفعلي للدولة المدنية والبعض الآخر بيقولوا أنه لأ أنون الانتخاب هو جزء من كل هي أكبر بكتير من أنون الانتخاب شو هي؟ أولا بدنا نعرف الفرق بين المشاهد بين الدولة المدنية والدولة العلمينية الدولة المدنية هلأ رح نحكي عنا ببنوضة وشو بتاعنا أما الدولة العلمينية هي فصل الدين عن الدولة ًا البعض بيفكر أنه فصل الدين عن الدولة هي الدولة المدنية هلأ نحن مش بالضرورة دغري نوصع عالدولة العلمانية خلينا نطبق الدولة المدنية ونبلش ساعة نفكر هلأ أنا دايما بشبه النظام عنا بلبنان بالسيارة يلي رايح مطارة الآن بالسيارة يلي رايح مطارة مفهروض نغير للموتار صح؟ نحن بلبنان شو عم نعمل؟ عم نغير المريات وعم نغير الأضوية طبع هيدا السيارة يعني نحن اليوم بلبناني عنا أزمة نظام ونحن عم نغير حكومات ومنشيل سياسيين ونجيب سياسيين لا نحن لازم نغير هيدا النظام لكله يتغير هلأ هيدا الدستور اللبناني نحن دستورنا هو مدني منو منو طائفة ولكن الممارسات العقلية اللي نحن عنا ياها بلبناني هل يمكن تقول لي تبغيرنا النظام تب شو بيمنع انو نفس الشي يصير متل هلأ انو ما يطبقوا لهيدا السبب انا قمت بمبادرة هي تزق اول فور انا اكشن اسمه فكر مدني او تينك سيفل هي تنشجع الشباب اللبناني على انهم يبلشوا يفكروا مدني وتخطي السلوكيات الطائفية والمتعصبة بفضل ادراك اعمق للمجال العام والسلوك المواطن يعني بتقول انا معنى انا مشارك وانا مسؤول وهلأ ما كنا عم نحكي عن الدولة المدنية هي الى عدة مبادئ ما رح احكي عنهم كلهم رح احكي عن اربعة مبادئ اساسية اول مبدأ هو المواطنة يعني انا اليوم بدي بدي يكون عندي شعور انو انا لبناني انا ما بدي اليوم احكي ولا انا مسيحي ولا انا سني ولا انا شيعي ولا انا درزي او شو ما كان يكون لا انا اليوم بدي فكر كلبناني فكر مدني كلبناني تبعدين بلش ساعتها بشوف شو هي الاشياء الماينر يمكن عن طايفتك ولكن هذه الامور تصدم بالواقع يعني بالاخر يعني فيه دول اكلمية عندها امتدادات طائفية ومذهبية باللبنان هذا اول واقع على فيه امور تانية بس هذا اول شي بيطلع بوجهك لما نتحكي بالمواطنة لهذا السبب نحنا اخذنا هذا الانشاتف ومشينا فيها وفكر مدني انت نبلش نشتغل على الشباب اللبناني لانه انا اكيد انه من هون لعش سنين او خمسة عشر سنة الشباب اللبناني اذا كانوا عم بيتعودوا كل وقت انه يفكروا مدني ويبلشوا يحطوا طايفتهم على جنب ويفكروا انه انا لبناني بدي حقي مثلي مثل اي مواطن تاني بلى اي تفرقة لا قدرين موصل للدولة المدنية انه هي سلوكيات وهي فكر اكتر من فقط مضمون تيقدروا عن جد يطبوا بدون يربوا هاي العقلية عندهم يلي هي العقلية المدنية بس بهالحال كيف لك تقنع مثلا شاب من دينه من مذهب معين انه يقبل بأنون موحد للأحوال الشخصية اللي هو دينه وعيلته وبيت وكله رح يقول له انه لأ اليوم اذا بدنا نجي نحكي بال هاي دي انت لأ من النقطة اللي عم تحكيها اليوم اذا بدنا نجي نحكي بالمضمون ايه منقول بدنا وهي دي اليوم فعلا حكي عنا رئيس الجمهورية وطلب انه نوحد الأحوال الشخصية بالأنون ولكن اليوم متما منشوف ايضا هاي دي الطائفية المتجزرة عنا بلبنان ما عم تسمح لهيدا الموضوع انه يتطبق وهيدا كمان فرصة للبنانيين يشوفوا مين عم بيتحكي عليكم ويطلعي لكم بالشكل انه ايه نحنا مع الدولة المدنية ومين عم جد بدوا اياها للدولة المدنية اوكي بقيت النقاط بس باختصار ميشيل العدالة المساوات بالحو والواجبات والديموقراطية والتعددية انا بداي تقبل كلبناني انه مني انا لحالي بهيدا الوطن والتاريخ علمنا انه ما حدا بقدر يلغي حدا طيب بعد سؤال بموضوع الدولة المدنية الدولة يعني بنعرف احنا انه المجتمع اللبناني هو مواطن ولكن هو جماعات مكونة لهذا المجتمع او مجموعات نحنا نسميها مكونات اوكي الدولة المدنية كيف بتضمن حقوق هذه المكونات تزامنا مع ضمانتها لحقوق المواطن اليوم نحنا مقدر نفوت بكذا اليوم مثلا البعض بيقولوا نحنا نضمن حقوق الكل ماشي الشيوخ مثلا ممكن اكيد فيه نعمل والبعض بيطلع بيقول انه نحنا بدنا فدرالية كرميل مثلا نمس للكل وما يكون في خوف على حدا وغيره اليوم ان كنا بفدرالية ولا غير فدرالية اذا اليوم نطلع على المانيا فدرالية اذا نطلع على روسيا او غير دول هن فدراليات ولكن ان كنا فدرالية ولا غير فدرالية اذا العقلية ما اشتغلنا عليها وإذا العقلية كانت بعضها طائفية سلوكياتنا كمواطنين ما رح تتغير لو شو ما كان يكون النظام وشو ما كان تكون البلد اللي احنا فيه بهاي الموضوع بعد حدا بدي يقول شي لأنه احنا بعد معنا دقيقتان تنجح كل حدا منكم يقول جملة ختمية على السريع لي قالوا شي كتير مزبوط موضوع أنه دستورنا هو دستور مدني وأنا بس حبت تعلق على فكرة وقت سألته أنه كيف نحنا بدنا نضمن حقوق هالطوايف أو هالجامعات المكونات اليوم دستورنا مثلا بموضوع الطلب إلى المجلس الدستوري تعديل قانون مثلا عطل رؤسة طوايف أنه يقدروا يطلبوا من المجلس الدستوري مش تعديل مش تعديل عفوا إبطال قانون نظر بدستورية قانون معين من إبطال قانون إذا كان غير دستوري إذا كان هذا القانون متعلق بممارسة الشعائر الدينية إلى آخر صحيح بهذه الطريقة أنا عم بضمن اليوم مجلس شلوخ بضمن لي وبيعمل مجلس دواب يكون خرج القيد الطائفة اليوم كمان بزيت الوقت خرج القيد الطائفة ساعتها شو بيدمن لك أنه ما العدد الطاغ هو يجيب كل النواب بس ما أنت اليوم لحت تنتقل على الدولة المدنية وتكون اشتغلت على الفاكر أنا ضمنت وجود الطوايف في مجلس الشيوخ وبمجلس النواب بعمل خرج القيد الطائفة مرحلة هي مرحلة انتقالية لبعدين يكون في عندي مجلس خرج القيد الطائفة ومجلس تاني مجلس الشيوخ مثل مجلس اللورديت ببريطانيا ضمن وجود هذه العائلة هذه حسنة شو صلاحية مجلس الشيوخ؟ مش موضوع انظر بالمجلس بس تجربة معممة على كيفية الدول مثل مجلس اللورديت مثل مجلس الشيوخ بأمريكا وإلى آخرية هون بتكون أنت عم تضمن حق الواحد وبذات الوقت عم بتفاوت وبجاو أنه أنت لبناني قبل ما تكون مسيحي ولبناني قبل ما تكون من أي طايفة أخرى نعم بدأك تقول شي بعد هذه النقطة؟ أنا بدي شباب كفوا ووفوا بدي أزيد على هذه النقطة أنه فعلا الدولة المدنية هي حل لأزمة النظام الطائفي اللي عم يعيشوا لبنان وهما شي ما لازم ننسى فصل الدين على الدولة هذا اللي بدي أقوله بهذه النقطة نعم نحن بصدنا لختام الوقت بس هلأ كل حدا منكم أكيد إذا بحب يختم بشي جملة بشي رسالة فضل إذا بتسمح لي أنا بدي أتوجه برسالة صغيرة لشباب والصبايا اللي عم بيتعرضوا للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالحياة لأنه عندهم رأي سياسة غير بعضهم رح خبرهم قصة كتير سريعة في نسر وفي الغراب الغراب كان يغط على راس النسر بيقعد ينقر له براسه ليلة النهار النسر مرد على الغراب ولا ضربه للغراب نسر ضل يطير ويطير ويطير لحتى وصل لمحل كل ما يطير وكل ما يعلي ينقطع الأكسجان عنه لهيدا الغراب وبالآخر نقطع عنه الأكسجان وأشط هيدا الغراب منه لحاله لهيدا السبب عمله مثل هيدا النسر ما تردوا على حدا كفوا بالشي اللي عم تعملوه وما تخلوا حدا يقلكون لأ وقفوا اكتبوا أو وقفوا حكوه من مين بدنا نستحق ومن شو بدنا نستحق لأنه نحن قدمنا تديق الجنائي يلي بيكشف الحسابات بكل الدولة أو بدنا نستحق بيرفع السرية المصرفية وكشف التحويلات أو بدنا نستحق مثلا بيرفع الحصانة يلي ما بتخلي في خيمة فقراص حدا إن كان من رئيس الجمهورية لأصغر واحد بالدولة من شو بدنا نستحق من قوانين مكافحة الفساد يلي نحن قتلناها إن كان بالكازينو ولا بالنافعة ولا بالفيول المخشوش من شو بدنا نستحق لأ نحن بدنا نكفي بدنا نكفي لقدام بوطنيتنا وبي مكافحتنا للفساد دومينيك سريعا حابب أنا بلج بجملة قال فخامة الرئيس آخر مرة بخطابه أراها حرفيا وطنونا أسير أحقاد وتحريض شيطاني يكاد يجعل من شبابه إخوة أعداء اليوم نحن مش لازم نصل لما حال نصير إخوة أعداء دعوتي أنا للشباب بشكل سريع شباب لبنان كل عمرهم مميزين بقلب كل هايدي المنطقة بالحرية وبالسقافي وبالعلم اللي عندن ياه اليوم نحن اللي عم وصلنا لهانوي الجهل مش جهل عند الشباب هالثقافي اللي معمم إعلانا الثقافي الطائفية الجاهلة ما تسمعوا ولا أي شي وتنشروا قبل ما تتأكدوا منه من حكي وحكينا وبالجر كل شي يقلتوا اليوم بهذه الحلقة ما حدا يتداول وغير ما يفوت يتأكد زوية مصبوط الحكي اللي بيقلوه زعمائنا الحكي اللي بيقلوه رجال الدين الحكي اللي بيقلوه حيالا حدا اليوم وصلين لمحاله وعصر الصرع والتكنولوجيا والإعلام عم بيسهل الغسيل الأدمغة عند كل الشباب تأكدوا من كل شي قبل ما تنشروا رووا وتسقفوا ومني وبالجر لازم نقرأ ونتسقف لحتى نعرف مين مظهور بيشتغل لهذا البلد ومين مش بيلوا بهذا البلد وبيلوا بأجندات دايقة لحتى رجعونا لأيام الخمسة وسبعين ويذكرونا بهديك الأيام وعم يحكوها علنا أنه هني ما عنده مشكلة يرجع لهديك الأيام علنا نو على السوشيال ميديا وحطوا فيديو رايح فيديو جائي علنا نعلنا أبالين أستاذ جاد أنا بدأت وجه للشباب اللبناني بشكل عام وقال لهم أنه اللي عشناه بهذه السنتين سبت عنا مرونة مرونة زيادة بتقدر تخلينا نتقطع الصعوبات اللي بدأ نقطع فيها وأنا لرفاق بالطيار الوطن الحر بدي أقول أنه اللي بيتمتع بصفات العماد عون ويلي بيقامن بنهج العماد عون ما معقول ولا يمكن أنه يسقط بمعركة عم بيخودها لمعرفة الحقيقة بقلب هيدا البلد ولا نوصل للإصلاحية اللي عم نطالب فيه الطيار الوطن الحر لعب دور أساسي لتطوير الحياة السياسية بقلب هيدا البلد اليوم الشعلة بإيدنا بدنا نستمر فيها وبدنا نحقق للناس شو وعدناهم شكرا لقلكم وأهلا وسهلا فيكن يعني حلقات مثل هيدا أنا شخصيا بتذكرنا بأيام ماضية حلوة كنا نطمح فيها لمستقبل أحلى من اللي نحنا فيه اليوم بس أكيد ما بنفقد الأمل بوجودكن أهلا وسهلا فيكن يعطيك رافية وبدي أجعقول للمشاهدين الـ OTV دايما منبر للكل وبالطليع على الشباب مثل الشباب اللي كانوا معنا اليوم مع قبل حلقات مقبلة